نتوصح في الحديث أكثر بعضي فينا ينضم لينا الآن من برلين الباحث في العلاقات الدولية ماجد كيالي سيد ماجد أهلا بك معنا بداية لماذا هذا الإصرار من قبل ألمانيا الاستمرار في تحقيقات تفجير خطوط أنابيب نوردستريم هذا أمر طبيعي لأنه نوردستريم هي أنابيب يعني هي شأن دولي وشأن يخص العلاقات السنائية الروسية الألمانية ولكنه أيضا شأن يخص الدولة الألمانية لذلك ألمانيا حريصة أن تتابع التحقيقات حول ما جرى وتتوصل لنتيجة لأنه بالفعل هذا التفجير هو أحد أسرار الحرب الروسية الأوكرانية ضمن مجموعة من الأسرار الأخرى أو الألغاز الأخرى مثل تفجير الطراد موسكوفا في أبريل 2022 مثل تدمير جسر القرم بأكتوبر 2022 أيضا ومثل ما شفنا في الأيام الماضية هو تدمير الجسر في نهر الدنيبر وحتى الطائرات المثيرة التي تصل إلى موسكو إذن هناك عديد من الألغاز أو الأسرار التي تحيط بصراع الروسي الأوكراني ضمنها تفجير نورد ستريم والآن صحيفة Wall Street Journal تتحدث وتقول بأن المحققين الألمان يفحصون أدلة تشير إلى تنفيذ هذه العملية نتحدث هنا عن تفجيرات نورد ستريم انطلاقا من بولندا وأن لديهم الآن ربما تصور تام لرحلة اليخت الذي يشتبه بأنه كان متورد في هذه الحادثة السؤال الأبرز هنا سيد ماجد هل فعلا ستشارك ألمانيا علنا بنتائج تحقيقاتها حتى الآن هذه تقارير محاطة بنوع من الثرية أو هي تقارير اتخباراتية ولكن هذه المرحلة الأولى المرحلة الثانية عندما يتم التأكد من بعض الدلائل ممكن تطرح على الصعيد العمومي وبالتالي تنقل إلى الصعيد القانوني للتحقيق قانونيا ورسميا بتلك المسائل ومتابعة تبعاتها مين تحمل المسئولية في هذا الأمر ولكن أنا أظن في حالة من الصراع الروسي الأوكراني وبالتالي الروسي الأوروبي والروسي الأميركي من الصعب أو أن تلك التحقيقات ستبقى في طي الكتمان أو في الأدراج الجهات المعنية لأن هذا الصراع لا زال مفتوحا ولا زال هناك عديد من الأوراق لمختلف الأطراف كل طرف يحاول أن يسحب الورقة التي لصالحه زاء الطرف الآخر وهذا يترح التصوير ما فائدة توجده كل هذه التحقيقات سيد ماجد يعني لم يتم توجيء صابع الاتهام إلى الجهة بعينها بأنها كانت مسؤولة عن التورط في هذه الهجمات حتى أن السويد والدنمرك سيد ماجد حيث وقعت الانفجارات في منطقتها الاقتصادية قالت بأن هذا التفجير كان متعمد ولكن لم تحدد المسؤول صحيح صحيح لكن هناك في هذا الأمر أنه إحنا عم نحكي عن الدول الأوروبية الدول الأوروبية أو يعني النظام العام في هذه الدول الغربية إجمالا هي بتقوم على نوع من الفصل بين السلطات أو أنه يعني كل سلطة لديها حيز معين أو مساحة معينة هامش معين للإفصاح من خلاله عن بعض الأوراق هلأ أن هذا تقرير استخباراتي جرت تثريبه إلى وسيلة إعلامية معينة الوسيلة الإعلامية استغلت هذا الأمر ونشرت التقرير يعني هكذا تجري الأمور في الدول الغربية إجمالا ولكن إحنا بالمقابل في دولة مثل روسيا مثلا أو دولة مثل الصين لا يمكن أن نشاهد أو نسمع عن تقرير من هذا النوع يحيل مسؤولية ما إلى طرف صيني أو إلى طرف روسي هذه من طبيعة الأشياء في الدول الغربية نرى كثير من الأسرار حتى الصحافة الأمريكية تحمل الإدارة الأمريكية مسؤولية مسائل معينة قامت بها الإدارة الأمريكية هي ليست وسيلة إعلام واحدة فقط سيد ماجد لو نعود قليلا إلى الوراء حتى الأسبوع الماضي حتى صحيفة واشنطن في وسط الأمريكية كانت تقول بأنوليات المتحدة كانت على علم بخطة أوكرانية لمهاجمة خطوط الأنابيب قبل ثلاثة أشهر من وقوع الانفجارات أليس هذا أخضر ضمي من قبل نات المتحدة وقبل الناتو بالمضي قدما في هذه التفجيرات صحيح هذا تقرير صدر في أزار عن طريق CNN وتحدث بنفس المسار تقريبا يعني كأنه هو يشابه التقرير الألماني وهناك وضع نوع من مسؤولية على بولونيا هلأ يمكن في حيثية أخرى تتعلق بهذا الخلاف بين أوروبا الغربية وأوروبا الشرقية أو بالدور الذي تحاول أن تلعب بولونيا في ذلك الإطار نحن نرى أن الدول الأوروبا الشرقية هي الأكثر تطرفا في الصراع الروسي الأوكراني في حين الدول الغربية تزين الأمور بميزان أكثر دقة أو أكثر موضوعية في التعاطي مع هذا الصراع لأنه كل طرف من أوروبا الشرقية أو أوروبا الغربية لديه حيثياته ولديه مسؤولياته في التعاطي مع الأمر علما أن الدور الأوروبا الغربية هو الأكثر فاعلية في دعم أوكرانيا وليس دول أوروبا الشرقية التي هي أكثر تطرفا من ناحية القول أو من ناحية الموقف السياسي ولكن من ناحية الإمكانيات والموقف العملي دور أوروبا الغربية وتحديدا ألمانيا هو الدور الأكبر في دعم أوكرانيا أما أنه ربما يأتي من باب آخر سيد ماجد عدم توجيه للتهمات بالشكل المباشر إلى جهتنا أو أخرى يأتي دمنا إطار القلق وتخوف لحد ما سيد ماجد من ردة فعل روسيا يعني حتى لا نذهب بعيدا حتى عندما تشير كل التحليلات بأنه قد تكون ربما أوكرانيا خلف استهدافنا أو آخر أو أي هجمة أو أخرى تهدد المصالح الروسية هناك النفي وعدم اعتراف طبعا هو أوكرانيا منذ البداية القيادة الأوكرانية الرئيس الأوكراني نفى أي علاقة بتفجيرات نورد ستريم هلأ حتى التقارير تتحدث عن أنه يعني اللي كانوا فيه السفينة اللي طلعت من بولونيا أنه فيها أوكران أو ملكية أوكرانية ولكن الرئيس الأوكراني ليس له علاقة يعني حتى بكل الأحوال في كل التقارير الأمريكية والألمانية تنحي أو تنأى بالرئيس الأوكراني عن أي مسؤولية ذا هكذا عملية يعني في هذا الأمر حتى لو ثبت أنه أوكران يعني مش بولون وإنما أوكران هناك محاولة نائب الرئيس الأوكراني والقيادة الأوكرانية عن المسؤولية عن مثل تلك العملية طيب أنت بولونيا تشير هنا لبولندا على ما يبدو سيد ماجد طيب الآن هناك وسائل إعلام صحفية إعلامية بشكل وبآخر بدأت تتحدث عن الكثير من التفاصيل أو تسريبات حول موضوع تحديدا هذا الموضوع تفجير خطى نبيب نورد ستريم ماذا عن الرأي العامة الآن سيد ماجد هل سيتغير خاصة في هذه الدول ومن بينها ألمانيا خلينا بس يعني نشوف مسألة بشكل يعني بالصورة كلها المسألة لا تتعلق يعني الصراع الأوكراني الروسي والصراع الأوروبي الروسي لا يتعلق بفقط بنورد ستريم يعني حتى موضوع نورد ستريم أو الاعتمادية الألمانية على نورد ستريم هي مسألة خلافية يعني حتى في الغرب وفي ألمانيا مسألة خلافية أنه ليش ألمانيا اعتمدت على الإمدادات النفط والغاز الروسية وإحنا شفنا أنه ألمانيا هي مباشرة بعد الحرب هي التي أعلنت أنه ستجمد يعني أو ستعمل على فك اعتمادها بإمدادات النفط والغاز من روسيا الرئيس مثلا الوزيرة الخارجية الألمانية قبل أيام صرحت أنه من حق ألمانيا أن تدافع بولو أكرانيا تدافع عن نفسها ومن حقها حتى أن تدافع عن نفسها أو عن أراضيها في شبه جزيرة القرم إذن هناك موقف أوروبي وموقف ألماني هو داعم لأوكرانيا وهو يعني ضد أي محاولة من روسيا للسيطرة على أراضي في أوكرانيا وينما كانت في جزيرة القرم أو في دونباس أو في أي منطقة أخرى ولكن هذا مستوى آخر يعني هذا له علاقة بحيثيات المداخلات الأوروبية في الصراع الأوكرانية بمعنى أنه لا هناك موقف مبدئي في دعم أكرانيا أنا أقصد هنا أيضا سيد ماجد رأي العام الشارع حتى الشارع الألماني والشارع الأوروبي الذي بدأت يعاني من تضخم ارتفاع كليفة المعيشة وما إلى ذلك حتى هذا الأمر يعني أنا منذ بداية الصراع أو منذ أكثر من سنة وعلى مدار الأشهر وأنا عايش في ألمانيا الموقف المجتمع الألماني أو المجتمعات حتى في أوروبا الغربية ومن ضمن ألمانيا الأغلبية نحن نحكي عن ألمانيا التي استقبلت أكثر من مليون أوكراني يعني تم استيعابا وبالمدارث وبالأعمال ومن حيث الإعانات وكل شيء لا يوجد يعني طبعا هناك شريحة هي لا تتجاوز مية مية وعشرين عضو في البوندستاغ البرلمان الألماني اللي هي مناهضة لأي دعم يعني مناهضة لدعم أوكرانيا بالسلاح ولكن أغلبية الأحزاب الألمانية اللي هي حوالي 600 عضو برلمان في ألمانيا في البوندستاغ هن مع تقديم الدعم العسكري لأوكرانيا إحنا عم نحكي عن بلدان فيها تمثيل يعني هون بلدان قائمة على الانتقابات وعلى التمثيل إذن ما فيه هناك ضائقة طبعا فيه تململ من التضخم من ارتفاع بعض الأسعار ولكن ألمانيا استطاعت انتصاد ذلك بحكم قوتها الاقتصادية بحكم أنه هي يعني إحنا عم نحكي عن دولة داخلها 4500 مليار دولار سنويا بمعنى أنه هي استهلقت حوالي 400-500 مليار في دعم السلع ولكن استطاعت أن تجتاز تلك العتبة مثل ما اجتازت عتبة الشتاء في مسألة الغاز والنفط إلى آخرين شكرا لك على المشاركة معنا من برلين الباحث في العلاقات الدولية ماجد كيالي